اشتركوا في القناة ثم القى سعادة وزير الخارجية كلمة نقل فيها تحيات جلالة الملك المعظم وسموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أعضاء الجمعية ومنتسبها من الجانبين البحريني والبريطاني واعتزازهما بالدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية في توطيد علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين وقال إن مملكة البحرين تتمتع بطابع فريد ولديها شعب منفتح وتسامح ديني واحترام متبادل وتعايش وإخاء وريادة في الإصلاح والشفافية واقتصاد نابض بالحياة بالإضافة إلى أنها شريك في السلام وتتعاون مع المملكة المتحدة وغيرها من الدول لإضمان الأمن الإقليمي والازدهار وأكد سعادة وزير الخارجية إنه في ضوء الحرب الجارية على غزة ولبنان فإن موقفنا الموحد يدعو إلى إنهاء التصعيد العسكري ووقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن والمحتجزين والجهود الملتزمة نحو الحل الشامل والعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلية